سيدي حرص متحف الدبابات الملكي على أن يهيئ قاعة مناسبة نعم شكرا دانا وغادا ننتقل الآن إلى قاعة جلالة الملك عبدالله الثاني واحدة من أجمل القاعات في المتحف رايح حدثنا عنها خالد بيك لزغول وهو عقيد متقاعد وأيضا مرشد في المتحف صباح الخير أهلا وسهلا فيك صباح الخير أهلا وسهلا بكم في متحف الدبابات الملكي نحن مرحب فيه في هذا اليوم الجميل والأردنيون يحتفلون بالأعياد الوطنية وخاصة عيد الاستقلال وفي هذه القاعة بالذات التي تروي قصة حياة جلالة الملك عبدالله الثاني التي شكلت درسا وشكلت قدوة لرفاق السلاح في كل مكان نعم سيدي بالتأكيد تخصيص قاعة مخصصة لجلالة الملك عبدالله الثاني هنا في المتحف أكيد في إلها دلالات عميقة سيدي حرص متحف الدبابات الملكي على أن يهيي قاعة مناسبة تليق بجلالة الملك عبدالله الثاني وخاصة أثناء خدمة في القوات المسلحة ضابطا وأخا وصديقا في ميادين القتال والتي شكلت هذه الفترة فترة اكتدى بها رفاق السلاح ولذلك قمنا بتهيئة هذه القاعة بما يليق وهذه الخدمة الطيبة المباركة لذلك اخترنا واحدة من الدبابات التي خدم عليها جلالة الملك عبدالله الثاني دبابة خالد بن الوليد وقمنا بقص هذه الدبابة بالمنتصف لتكون بوابة يدخل من خلالها الزائر إلى هذه القاعة والتي يشاهد من خلالها المقتنيات والأشياء التي كان يستقدمها جلالة الملك عبدالله الثاني أثناء خدمته في القوات المسلحة الأردنية سيدي بتأكيد بالحديث عن مقتنيات جلالة الملك نحن نشوف واحدة من الدبابات التي تم قصها الزائر يشوف الدبابة من جوة تجربة ثرية جدا وأيضا موجودة لنا مجموعة من المقتنيات الشخصية لجلالة سيدنا أيضا إذا بتحكي لنا عنها بعد إذنك تفضل وتحكي لنا أيضا عن دلالاتها طبعا إحنا حرصنا على أن تكون هذا المدخل يحكي فكر جلالة الملك عبدالله الثاني الذي ركز في خلال وجوده في القوات المسلحة على أن يكون يقدم القدوة من حماس ومن عمل دؤوب كان يقوم به بين رفاق السلاح في كل مكان وبالتالي كان دائم العمل وكان يتفقد زملاءه كان في الخيمة كان في الخندق كان يعضلها ظهر الدبابة كان في الليل والنهار هذه القاعة تعطينا فكرة عن كل هذه الأشياء والسلوك الذي كان يعمل به جلالة الملك في هذه الفترة المهمة من حياة جلالته هنا في هذه القاعة نشاهد بعض هذه المقتنيات ومن أهمها هذه الدبابة التي كان يستخدمها حينما كان قائدا لكتيبة الدبابات الثانية وأيضا هذه الطائرة التي كان يعمل عليها في جناح الطائرات العمودية المقاتلة ونحن في متحف الدبابات الملكي نشكر جلالة سيدنا لأنه قام وبادر بإهداء المتحف بعض من المقتنيات الشخصية الخاصة العسكرية التي كان يقتنيها في وقت خدمته في القوات المسلحة ويستطيع الزائر لمتحف الدبابات الملكي أن يشاهد بعض من هذه المقتنيات ومنها هذه البندقية وهي سلاحه الشخصي بريتا وأيضا بعض الكراسات التي كان يدرس بها أثناء وجوده في الكليات العسكرية المختلفة والخوذة التي كان يرتديها أثناء قيادته لبعض الطائرات وبالتالي كل هذه الأشياء تشكل قدوة ونبراس كبير ويؤكد على هذا الفكر المتجذر في جلالة الملك عبد الله الثاني والحريص على أن يكون دائما في المقدمة ويقدم المثل والقدوة الطيبة خالد بيك أتشكر حضرتك جزيل الشكر شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المعلومات المهمة جدا أستاذ هيثم أنا سعيد بهذا اللقاء لكن اسمح لي في نهاية هذه المقابلة أن أذكر بعض القصص العملية التي تؤكد على هذا الاهتمام خاصة أثناء خدمة جلالة الملك ووجوده في بريطانيا كان حريص على تفقد كل شيء ومن هذه الأشياء سيارة الفوكس هذه التي كانت معه أثناء وجوده في بريطانيا قام في أحد الأيام باختبار هذه السيارة على إحدى الطرق في بريطانيا فلاحقته الشرطة وبعد أن توقف اكتشفوا أنه جلالة الملك عبدالله الثاني سمو الأمير في ذلك الوقت وكذلك قام جلالة الراحل الملك الحسين بن طلال بزيارة لإحدى الوحدات والتشكيلات التي كان يعمل بها جلالة الملك عبدالله الثاني وشاهد جلالة الملك عبدالله الثاني في ثياب في ثوب العمل حيث كان يشارك زملائه في صيانة الدبابات وتضبيطها وفي هذه اللحظة اختبط جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراء واطمأن قلبه إلى أن جلالة سيدنا هو خير من يقدم هذه القدوة في كل مكان يقفه بالتأكيد معاني رائعة جدا ودلالات كبيرة جدا وعميقة شكرا جزيلا سيدي شكرا ودائما نحن نسعد بمثل هذه الذكريات التي تأخذنا إلى الأشياء الجميلة التي دائما الأردنيون يسعدون بها كل عام وأنتم بخير وأنتم بخير شكرا جزيلا